العمالة الاثيوبية كانت متوقفة من فترة طويلة الآن انفتح البلوك ويقدر ماطن من اليوم يقدر يستخدم عمالة في البنية انتهت عمالة الاثيوبية انتهت نعم نعم بس يعني الاتحاد يعني شوي عنده مشاكل مع السفارة الاثيوبية السفارة الاثيوبية تقول راتب يبيه راتب 120 دينار احنا نقول لا 90 دينار الراتب واستخدام يبونه تقريبا 900 دولار فهذا الخلاف عليه بعض المكاتب خلاص اتفقت مع السفارة واستخدمت طلبات بس الاتحاد الحين حنا رافضين اكثر مكاتب قلنا لهم لا توقعوا مع السفارة بالسبب هذا هو طبعا العمالة المنزلية مواسم في رمضان لا طبعا دراسة وكذا ويبونه عمال للناس فما تفرق عشرة والعشرين قال لا انا بوقع وقع خلاص وعمالة بعض المكاتب ما وقع طيب